بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزيزين المشاهدين ونحن نتناول اهم الاسئلة عن موضوع الاعصاب. في سؤال بيقول ايدي باستمرار بتترعش ومش بنام بالليه. طبعا بيسهل هل في علاقة بين النوم والرعشة وقال في علاقة بين السجار والرعشة طبعا. الانسان آآ مفروض ان هو ينام بالليل كويس. ازا ما نمشي بالليل آآ سبع تمن ساعات بيبقى فيه اهتزاز في الاعصاب. يعني فيه رعشة. الرعشة دي كزا نوع. فيه رعشة بتبقى خفيفة بيسموها فاين تريمورز. فالفاين تريمورز او الرعشة الخفيفة بتبقى بتاعة السجار بتاعة قلة النوم بتاعة الكزا وساعات بتبقى يعني عنده مشكلة في الغدة. خلاص? بنشوف احنا الرعشة دي اصلها ايه بالزبط? ماشي? يبقى لي للرعشة الخفيفة اسباب كتير. ايوة في علاقة بين ان الانسان ما بينامشوا عنده رعشة. السجار بتعمل رعشة ايوة. ده مش بتعمل رعشة في الايدين. ده بتعمل رعشة في الشفايف. السجار بتعمل رعشة حتى في الشفايف. طيب. في رعشة اكتر من كده اه اللي هي الرعشة الجامدة الجامدة بيسموها ايه? كورستريمورس. اللي هي بقى بتوع الباركنسونيز بتاع عملت شل الرعش. ها? وفي امراض تانية بتبقى دخلة فيها آآ موتور نيرون ديزيز وحاجات كبيرة كده. لكن الرعشة الخفيفة بتبقى قلة نوم. ساعات انيميا. ساعات سيروتوكسوكوزيس. ساعات غدة. ها? ساعات بيبقى مش نايم كويس شارب السجاير. وساعات خوف. يعني ساعات الخوف بيعمل الرعشة. ساعات الانسان بيبقى وايه بيترعش. بيترعش من ايه? بالخوف. لازم نعرف سبب الايه الرعشة الاول. في سؤال تاني بيسأل بقولي يا دكتور بقى لي شهر ونص لا اجد علاج لضعف السمع والطنين والصفارة في الاوزن. ما هو الحال? انا عايز اقول لك على حاجة بس. عندنا دلوقتي الحمد لله والشكر الله في تخصصات. من ضمن هذه التخصصات في تخصص سمع وكلام. في مستشفيات اسمها مستشفيات السمع والكلام والتخاطئ. مستشفى بحالها. ها? زمان كنا بنول الانف واظن وحنجرة. فيبقى لازم انا عشان انا عندي طنين وصفارة وكذا لازم الاول اروح عند حاجة اسمها قياس سمع. فقياس السمع ده يشوف السمع ده. والمشكلة بتاع الطنين والصفارة دي. اصلها عضم حاجة في الكوندكشن ولا اصلها طابلة. ما صلاحنا عندنا الصمم نوعية. فيه صمم عصبي يعني فيش ما فيش سمع خالص. وفيه صمم لان عنده مشكلة في الطابلة. عندها آآ مواد مترسبة وحاجات من هذا القبيل. يبقى لازم يروح يكشف عند بتاع الانف والازن. يفحصه كويس. يعمل له مقياس السمع. ها? واحنا بقى بنقس له كابتوع البطنة. بنقس له السكر وبنقس له الاملاح. ها? ومستوى الدهون في الدم وا 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 وا. وبنشوف هل عنده آآ اصابات في انفه ولا لا? عنده اصابات في القولون ولا لا? عنده علاقات اخرى ولا? ساعات الانيميا بتعمل كده. وساعات المشاكل النفسية بتخليه مش متوازن. وساعات بيبقى عنده مشكلة في منخيره. فمشكلة المنخيرهم بوصلوا ودنه. لو عالجت منخيره وعالجت ودنه. خلي بالك معايا اندي. خلاص? لكن عادة بنقول للناس بتلعبش في ودنك. من فضلك ما تلعبش في ودنك. ما تدخلش قلة حدا في ودنك. فيه ناس بتجيب مصمار وتجيب قلم. يعني بناش ودنك والله لاني لو تهبت ودنك صعبة قوي قوي. فيه سؤال بيقول عندي مشاكل كتير قوي في رجلية الاتنين بالصمرار وتنميل. فهل في مشكلة في العمود الفقر ولا لا? التنميل اولا بتاع الرجلين من تحت. ممكن يكون نتيجة املح زيادة. يعني ايه? يعني واكل مانجا واكل فلو طعمية كتير واكل لحمة كتير واكل. كل ده بيعمل مسامير تحت في الرجلين. خلاص? الجماعة بتوعهم مرضى السكر. ممكن الاوعية لتحت تقفل. لانه عنده فازو كونستريكشن. يعني ايه? البريفرال فازو كونستريكشن يعني الاوعية الترافية بتقفل وبتالب لاتساب لاي او الدمق ليل. الدمق ليل القاملاح كتير يحصل تنميل عالي جدا وساعة تقلب التنميل بقلم. قلم شديد. مسامير. ماشي على مسامير. وساعات تقلب بشوكة عظمية. شوكة عظمية. كل ده في تنميل الرجلين باستمرار. طيب. لو قلنا بقى فيه مشكلة في الفقرات. لا الفقرات بتبدأ من الفقرات. يا ما انا عندي واجع. مش عارف هتلقى تقلب بالليل. حسني مش قادرة عدل وسطي. مش عارفة ميلي مين ولا شمال. لا. في هذه الحالة المفروض ان انا روح اعمل اشعة اكس او اكس اي على الفقرات. وشوف فقرات ظهر في ايه. ساعات التهاب القولون بيبوز الظهر. يعني ايه? يعني انا عندي التهاب قولون بيبقى حس ان ظهري مشؤونه الصين. لو فكيت ودخلت الحمام والقولون يتصلح. ظهري تصلح. فيه ناس تهربية يقلهمها جدا عن هذا الاتهابات في الكلا. فالالتهابات في الكلة والكلة ملتهبة بتوقف في الظهر خالص عندك 것처럼 في ظهري. فممكن الآخر لك البوز الظهر وممكن القولون الملتهد يباوز الظهر. فيه ستات عندها الاتهابات وافرزات رحم. افرزات الرحم والالتهابات تمتد الفوض وبوز لها ظهرها خالص ايخو ضهرها هنصي. فعشان كده مش كل واحد عنده آلم في ظهره هو نفس السبب. ممكن يكون التهابات في الحوض والرحم ممكن يقول التهابات في القولون ويمساك مزمن ممكن يكون التهابات في الكلة والأملح ما دمرها فامبوزة الظهر خلاص أو يكون خبط في حادثة بقى وعنده مشكلة فعلا في العمود الفقر ازاي احمي العمود الفقر من المشاكل الإصابات يعني انت بتقع كتير في حزامه عريض بنربطه للبط في عندنا لعلاج الألم بقى خمس ستة حاجات لازق طبية في مكان الألم اربط ما يسغنى في مكان الألم حزام عريض في مكان الألم تدليق ومساج عندنا سم ناحية بشيء الألم بس بشرط تعالج المشكلة الأولينية الكلة والقولون والتهابات الرحم وأي حاجة تاني بعد كده ناخد الأسباب الموضعية بيقول لي هل العمود الفقر يتأثر بمشاكل أخرى طبعا العمود الفقر يتأثر بالتهاب الكلة العمود الفقر يتأثر بالتهاب العضلات بالبرد وحد نام تحت مروح مش يقدر يشيل ظهره العضلات أفشت واحد كان نام في حتة بردة وطلع في حتة سخنة أو العكس واحد بيشيل أوزان تقيلة بوز الفقرات لسه بنتكلم دلوقتي على الشباب بيشيل أوزان أكتر من لازم بيحصل تمزق ده فيه ساعات ناس بتشيل حاجات تقيلة بتضغط قوي 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 على الغضريف اللي بين الفقرات بتبوزها جماعة جماعة من فعش احنا بنعلم الناس اللي في الجيم لو سمحت تشيل أوزان تدريجية اوعى تعجبك نفسك بلعب على خمسة كيلو على عشرة كيلو ما بتزودش عن كده عشرين وتلاتين وخمسين يبقى أنت دخلت فوق الواحد وعشرين سنة وعضلاتك تستحمل لكن أنت عجبتك نفسك كده لو شلت فجأة هتتمزق يا باشا وهتروح للدكتور تتعالج من الفقرات مشاكل عرق النسا ما هي الحلو المطروح عرق النسا ده اللي هو الساعات كنير مجموعة العصاب اللي نازلة تحت اللي بيوازها ايه السكر الاملاح المترسبة المجهود المش مظبوط البرد المستمر نايم تحت مروحة باكل مانجا كتير عندي التهابات في الخصية شباب اللي بيعمل عادة سرية او بيتفرج على مناظر كتير الخصية بتلتهب والحط كله بيلتاك في هذه الحالة هيجيلوا عرق نسا وبردو نفس الكلام بالنسبة للبنات اللي عندها إفرازات رحم والتهابات رحم والتهابات مبايض كل ده هيعمل لنا مصيبة في عرق النسا يبقى عرق النسا ده أو الساعات كنير بيلتاهب نتيجة البرد إفرازات التهابات واحب بينام تحت مروحة كتير عشان كده بحذر بقوله والله العظيم لو نيم تحت مروحة اما انه يباوز لك الحوض او يباوز لك الضهر ما فيش هضم ولا مصاص نيم تحت مروحة زوره تسد نيم تحت مروحة دمار واحد يقولك انا ما بنامش نيم تحت مروحة خلاص خلي مروحة نفعك في واحد يقول انا عندي الاستجابة العصبية بطيئة ومش بقدر اتحرك كتير ايه السبب وعندي واحد وتلاتين سنة واحد وتلاتين سنة لو ده حادث يعني الاستجابة العصبية بطيئة اليومين دول بقالها سنة ولا حاجة تتعالج انما انا من يوم ربنا خلقني وانا كده ده عايزة تدريب نقوله جديد يعني استجابة العصبية للتدريب يا جماعة زي ايه زي ما نقول انه فيه فعل ورد فعل يعني فيه فعل ورد فعل لما واحد حد يقرسه او يعمله ابرة وهو ماشي مش هيبص كده يشوف ده ابرة ولا لا ده على طول بيعمل رفليكس ده اسمها استجابة عصبية واحد ماشي بالشارع في نص الشارع وجات عربية زمرت جامج كده مش هيبص يشوف العربية يستهل ولا لا ده بيتريكن على جنب ولا ايه رأيك ففيه حاجة اسمها الريفليكس اارك او الاستجابة العصبية السريعة بنعملك الاستجابات واختبار الرؤية واختبار السمع واختبار الريفليكس ها ونعمله اختبار الرجبة فيه استجابة عصبية لو ما فيش اختبارات ولازم نعرف السبب ايه هل هو وراسي من زمان ولا عارض بعد كده فيه واحد يقول ايه المشترك بين التهاب العصابة الترفية والقدم السكري السكر بيبوز العصابة الترفية بيضيع الاحساس بيضرب السنسل نيرفز يعني ليحس بألم ولا مصمار ولا ازازة ولا ولا طيب ويه كمان ايه علاقة السكر بالألم الترفية طبعا ممكن في الاول يبع عنده التهابات شديدة بعد كده ما بيحسش خالص ليه لان السكر بيعمل بريفرال نيروباسي يعني يبوز الاحساس وكمان بييفر الاوعية الترفية لانه عنده ايه بريفرال كونستريكتب يعني عنده الاطراف او الاوعية الترفية بتتقفل فعشان كده بيحسر ايه غرغرينة يعني ايه غرغرينة غرغرينة يعني ما فيش دم واصل للجرح يعني من كتر الدهون وخاصة النازل بتاخد انسولين الانسولين ده لعنة من كتر الانسولين بتتراكم الدهون داخل الاوعية بالسده دهون واملاح واوا وعنده امساك يبقى الغرغرينة تزيد بننظفها ازاي بننظفها باننا بننظف القولون لازم اعمل براز مرتين في لهم حونة شراجية ولازم اعمل تدليق ومساج للساقين نص ساعة ثلاث مرات في اليوم بقوة فبعمل نيوكلاترانز يعني نيوكلاترانز زكتورة عم نعمل اوياه جديدة والله والله العظيم اوياه جديدة ونفتح الاوعية المفزدودة ونجيب دم ونعصر وبعدين نحط حاجات لوكل بقى لان المضادات الحياة ما بتوصلش الغرغرينة من يوصل لها؟ بيوصلها لحاجات الموضعية بقى بحط عسل وبروبلز وحنة وقارد حط حاجات توصل للميكروب بسرعة هل اكل المكسرات بيعالج الشلل الرعاش او بيعالج الام اس المكسرات احنا ما بنزودش منها عن خمس عشر حبات فقط وبقول لكم يا جماعة لو سمحت الفستو اللوز عين الجمل السوداني اوعد تزود عن عشر حبات حتى الليب الابيض او عشر حبات اكتر من كده بيجيب نتيجة عكسية في علاقة بعض الناس بيقولوا انه في بعض الزيوت الموجودة في المكسرات بتقلل لكن الام اس عددنا بعلجوا بايه؟ مالتي فيتامينز بشيل الاملاح الزيادة بشيل الدهون المترسبة والاملاح المترسبة وبدي فيتمنات كتير وبجيب نتائج هيلة جدا سواء ام اس او شلل الشلل عندي احلى علاج له على الاطلاق هو سم النحل سم النحل جاي من نتائج هيلة مع التدليق والمساج رائع 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 شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم